اهلا بكم مشاهدينا في القناة الوطنية الأولى برنامج مع الناس ليوم الأربعة 15 أبريل 2020 مما لا شك فيه والأكيد أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على العالم أجمع وهناك عديد من التدعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى إذن هل سنشهد أزمة اقتصادية عالمية وإلى أين ستمتد؟ أيضا ما مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي سيحدثها وباء كورونا؟ هذا سيكون في الجزء الأول من الحصة سندرس التدعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على العالم وعلى تونس أيضا خاصة مع ارتباط تونس بالاتحاد الأوروبي والتدعيات الكبيرة على هذا المستوى في الجزء الثاني ستناول وضعية الصحافة الورقية في تونس هل تعجل كورونا اليوم بنهاية الصحافة الورقية؟ وهل يتغير المشهد في خريطة الصحافة الورقية بعد الأزمة؟ هذو ما زوز مواضيع لي بش نتناولوهم اليوم في برنامجنا مع الناس من الستة حتى للسبعة ونص تقعدوا معنا في الجزء الأول بداية رحب بسيد فيصل دربيل مقرر لجنة المالية مرحبا وسهلا وشكرا على الاستذافة شكرا لك على الحضور بش نقدمك بصفة أخرى زيدا أنت رئيس شرفي لهيئة الخبراء المحاسبين أيضا مستشار لدى رئيس الحكومة سابقا وبش نلحن نتناولو الجانب الاقتصادي في علاقة بوباء كورونا وما هي التأثيرات والانعكاسات تحديدا إذن بداية ما مدى عمق الأزمة الاقتصادية على العالم أولا شكرا في الواقع الوباء كورونا هذية عنده تداعيات صحية نعرفها عديد وآلاف الوفيات وأشخاص في الانعاش لكن ثم تداعيات كيف كيف أخرى اجتماعية جيو استراتيجية اليوم التكتلات في العالم ما نعرفوش وشنو المصير متاحا متوى كيفاش قاعدين يخدموا هذا اتحاد أوروبي القوى الأولى للولايات المتحدة مع الصين وثم تداعيات اجتماعية وثم تداعيات اقتصادية التداعيات الاقتصادية لا مناصة منها حيث أن العالم يشهد شلل تام في الاقتصاد متاعه هذا يراه ما هوش كما الأزمة متاع 1929 أزمة مالية وإلا أزمة 2008 كيف كيف مالية خطر الأزمات هذوكم ما ممسوش الاقتصاد الحقيقي الأيكونامية ريال يعني في مستوى الأوراق المالية في مستوى القروض هذه أزمة مست قطاعات حيوية أزمة شلت النقل شلت الخدمات بكل أنواحها سياحها وما تباحها شلت المصانع وبالتالي الاقتصاد الحقيقي تمس وتمس بعمق هذك علش؟ معناها جميع بلدان العالم بدون استثنين تجي متقول فأنت أنا طلعت على النشرية الأخيرة متاع صندوق النقط الدولي مش شفتش إبليت مش تسجل نمو سفر كلهم نمو سلبي معناها نمو سلبي وإن شاء الله ما يتعديش نمو نمو سلبي برقمين خطر طوى اليومها في الستة في المياه الاتحاد الأوروبي إلا ثلاثة فرنسا إلا ستة إيطاليا إلا سبعة فاصل واحد ذهر لي وبالتالي كل بلدان العالم مش تسجل وتوى إلى حدود اليوم ثم ننتظره سنة 2020 مش تكون سنة صعيبة ياسر اقتصاديا في مستوى البطالة درجة أولى وكبرى هو في الواقع القطاعات الكل مش تتأثر علش على خاطر هي سلسلة مترابطة معناها كنقوله أحنا السياحة مش تتأثر بطبيعة الخدمات بكل أنواحها النقل والمطاعم وصناعات التقليدية والفلاحة الفلاحة هي تمول ما تمول السياحة وتجارة خارجية ثم تقول القطاعات الكل مش تتمس لكن ثم بعديل القطاعات مش تتمس أكثر من غيرها مثلاً احنا في تونس القطاع اللي تمس حقيقةً تمس قطاع سياحة اليوم إذا كان عندك تقريباً 800 نزل مساكرين مساكرينة معناها سفر حريف مش يكون عنده تأثيرات ونعكسات كبيرة برشا ونعكسات حتى على ميزانية الدولة على خطر شنوه هذك هذك آداء على قيمة مضافة أموة مش ينقصونا من المدخيل وعلى الأرباح انت سنة المقبلة كيف كيف مثلاً مش أرباح واضح دونك في مستوى تونس توا على مستونا أحنا كيف كيف أحنا خطر أول حاجة علاقتنا مع الخارج وخاصة الاتحاد الأوروبي اللي يشد أزمة وبالتالي حتى الطلب منتاع الاتحاد الأوروبي مش ينخفض ونشوفوا فيه نخفض تماماً منها التصدير تجم تقول معطل تماماً هي المبادلات التجارية لتونس أغلبها مع الاتحاد الأوروبي من يفليات تقريب إذا كان اليوم الاتحاد الأوروبي يعني تضر بدرجة كبيرة لأن عكسات بيش تكون ثقيلة على تونس وعلى الميزانية على أيضاً عدة معنتها ممكن قطاعات زادة بيش تتمس اليوم معناتها نحن نجد تراجع خاصة على مستوى نجمو نتحدث لهنا اليوم في انقفاض أسعار برميل النفط لكن بالتوازي قبل ما نتحدث على أسعار برميل النفط سيفايصل سناخذ زادة معنا الخبير الاقتصادي سعزدين سعدين يقولولي أنه جاهز معنا عبر الهاتف ونجمو ناخذوه معنا عبر الهاتف عسامة سعزدين مرحبا بك شكرا لك على التدخل معنا في هذا البرنامج مع الناس نحن ندرس في تداعيات الأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى تونس تحديدا وبما أنه تونس مرتبطة بالعالم بشكون التداعيات الاقتصادية على تونس كبرى على مستوى الخسائر تحديدا نجمش يتقلنا على أي مستوى هو في الحقيقة يعني في البيان الأخير صندوق النقب الدولي قيم يعني التأثير على الناتج الداخلي الإجمالي في تونس بحوالي 4.3% يقول أنه سيكون هناك انكماش يعني نقف في حجم الإنتاج والناتج الداخلي الإجمالي في تونس بـ 4.3% ولكن هذا على أساس فرضيات مهين إذا كانت واصلة الأزمة طبعا الانكماش سيكون أكثر بكثير والتقديرات تقول تقريبا أنه يعني كل أسبوع من الحجر الصحي الشامل يكون فمتعه تساوي تقريبا 1% من الناتج الداخلي الإجمالي أو ما يساوي تقريبا 1.2 بليار دينار أو 1.2 بليار من الماد هذا يعني لا مفر منه وتقريبا كل القطعات بدون استثناء ستتذر طبعا القطعات ستتذر أكثر من أخرى ولكن كل القطعات ستتذر بمفعول الوضع الداخلي وأيضا بمفعول الوضع الخارجي ولكن السؤال الكبير الآن بالنسبة تونس وغير تونس هل بالإمكان تحمل هذا الانكماش الاقتصادي مع الحفاظ على النسيج الاقتصادي في تونس مع الحفاظ على أرواح التونسيين وعلى صحة التونسيين هذا هو السؤال الأساسي وكيف السبيل إلى ذلك إلى أي مدى يمكن أنه يصمد الاقتصاد التونسي خاصة في علاقة بتراجع عدة قطعات وتراجع النمو أيضا ومعنتها الخسائر على مستوى الميزان التجاري والعجز التجاري اليوم سيد عزدين هو المؤكد أنه سيكون هناك تراجع في الحجم الاقتصاد تراجع في المؤسسات تراجع في الميزان التجاري في كل هذه الميادين في كل هذه المؤشرات ولكن السؤال الحقيقي هل يمكن للاقتصاد التونسي أن يتحمل هذا التراجع مع الخفاظ على مؤسسات الاقتصادية هذا هو السؤال الأساسي هل يمكن أن يتحمل لابد أن نفكر فيما بعد الكورونا لابد أن نفكر في 2021 ما هي حطوط وإمكانياتنا في إعادة الانتلاق من جديد وتحقيق نسب نمو مرتفعة ونغطي تقريباً الخسائر اللي كله تحمل في سنة 2020 بمفعول هذه الجائحة العالمية هذا هو السؤال الأساسي أخذ معنا سي عزدين سعيدين دعنا نتدرجو سيفايسل ديربيل معك لنفهم أكثر تداعيات لأزمة كورونا على الوضع الاقتصادي في تونس قال هل أنه يمكن أن يصمد الاقتصاد التونسي أمام هذه الجائحة لكن دعنا نتدرجو بشوية لنجيبه على النقطة هذه اليوم هناك انخفاض في أسعار برميل النفط على المستوى العالمي كان من 70 دولار سعر انخفاض حتى الأقل من 30 دولار قد يش ينجم مع أنت يربحنا المسألة والنقطة هذه بالضبط شوف هو راهو الانخفاض متاع سعر النفط هذا هي ظرفي راهو ظرفي معناه أحنا نقوله معناه نربحه وننقصه في دعم المحروقات برقم كبير برشا إذا كان الانخفاض يستمر على مدى السنة سنة 2020 لكل نعديوها ما احنا بدنا 2020 بدنا ب 68 دولار راهو هذه الانخفاض الظرفي مش يربحنا صحيح لك ما تنسيش اللي عنا معناها ضرفي يعني يعني قديش معناها عشر شهرين ثلاثة شهور النجم يعود يطلع النجم يعود يطلع إذا كمش ترجع الحركة الاقتصادية ويرجعوا معناها شركات النقل وشركات الطيران والمعامل إلى آخر يمش يطلع وديور ممكن حتى يطلع قبل إذا كان كان ثم اتفاق بالنسبة للسعودية ونعرفوا اللي هي تمر بضعوف صعيبة برشا بلدان منجل بيترول الممكن مهماش مش يقدوا مكتوفي الأيدي ولازم مش يتحركوا باش يحلحزوا شوية الثمنة ذاية لكن الميزانية متاعنا متاع الفين وعشرين اتعاملت على أساس واحد فاسل ثمانية مليار دينار دعم مقارنة بثنين فاسل خمسة مليار دينار دعم سنة الفين وتسعة عشر بالتالي نجم نقول لك ثم حتى انتيسيباسيون على الربح ذاية معناها الربح ذاية ممكن يخلينا في مستوى دعم واحد فاسل ثمانية واحد فاسل خمسة فمتني معناها نربحوا حاجة ضئيلة جدا والله أنا كان يبودي هل يتعافل ميزان التجارية؟ لا مش بحاجة ما مش بش يكون عنده تأثير ملموس كبير برشا معناها توا برشا خمسة وعشرين بالمياجين من القطاع الطاقي نعم خمسة وعشرين بالمياجين من القطاع الطاقي ايه هما اول حاجة ضرفي ومعناها مش 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 يرتفع شوية ثاني ثاني حاجة الانسيدانس متاعه معناه التأثير متاعه خاصة في مستوى الدعم نعم مستوى الدعم مش بش يكون عنده تأثير كبير برشا أنا كان بودي لو كان هو ما احنا الميزانية عملنا على خمسة وستين دولار لو كان اطلع الستمائة وخمسين دولار عشرة مرات وما شدناش الوباء هذية كان يكون خير وقعد الاقتصاد يمشي وقعدة المكينة تمشي وقعدة الوطلة تمشي هو حتى يطلع الستمائة يسادي ميسارش اما معناها الربح اللي هذية ذئيل وذئيل جدا معناها لا اعتباره له مقارنة بالخسائر الناجمة على تعطيل المكينة كاملة ووقفة واضح مش نمشي معاك سيعزدين سعيدين نقطة اخرى بالنسبة لمسألة التجارة الخارجية نعم اي انعكسات على التجارة الخارجية كانت اسمحيلي يعني ملاحظة على سعر برميل النفط فضل رهو من الممكن الاستفادة من هذا العبوض الحاد لسعر برميل النفط كيف يمكن الاستفادة يمكن ذلك بما بانضاء ما يسمى بالعقود الآجلة الان تونس نجم تقيم تقريبا حاجياتها بالنسبة لماذا تبقى من سنة 2020 وتوقع عقود الان على اساس الاسعار الحالية ولكن بتسليم اجل بعد ثلاثة شهر واربعة شهر وخمسة شهر بالطريقة هذه يمكن ان نستفيد من هذا الوضع الاستثنائي ولا فيه هبوط حاد لسعر النفط مع العلم انه رهو هبوط سعر النفط ما فيه شي كان جوانب ايجابية فيه جوانب سلبية كبيرة جدا لان هذا الهبوط الحاد هو من بين اسباب الازمة الاقتصادية العالمية التي ستؤثر على تونس بدون شك بما انه اقتصاد تونس اقتصاد مفتوح لما ناخد يعني جملة الصادرات والواردات في تونس رهو يمثل حوالي 90% من حجم الاقتصاد وبالتالي رهو سنتضرر ايضا من هذا الهبوط الحاد في سعر برميل النفط اذا نجيه الان الى الميزان التجاني رهو الحجم تلك الميزان التجاني سيتقلص بشكل كبير وحتى ولو تقلص العجل فهذا ليس بالمؤشر الايجابي لان الواردات ستنخفص بشكل كبير والصادرات ستنخفص ايضا بشكل كبير وسيكون هناك تقلص كبير في النشاط الاقتصادي كيف لنا ان نحافظ على اقتصادنا وعلى مؤسساتنا بالرغم من هذا كله بالرغم من الانكماش وبالرغم من الهبوط الكبير في حجم الميزان التجاري وفي حجم ميزان الدفعات بصيفة عامة في رأيي هذا هو السؤال الاساسي وانا ارى ان هناك حلول الحقيقة حتى ولو ان امكانية الاقتراض متعتون من الاسواق المالية الدولية اصبحت الان محدودة جدا وصعبة جدا هناك حلول بالتعويل على اذاعة خاصة والحقيقة الكلام ما كانش مطمئن بمعنى انه يعني السيد محافظ المركزي كان متشدش ما حاولت نقول انه الحلول المقدمة جزئية بسيطة وليس فيها اي جانب استباق الان ونحن نتكلم هناك مؤسسات اقتصادية تنهار الان ونحن نتكلم قاعدين نخسر في الاف مواطن شهر وهنا نحب نذكر بخطاب السيد رئيس الحكومة في بداية الازمة لما قال ان الهدف متاعنا انه ما يقعد حتى تونسي مخصوص ومنخسر حتى مؤسسة اقتصادية ومنخسر حتى مواطن شهر اين الاستراتيجية اللازمة لتحقيق مثل هذا الهدف اين الاستباقية بينما امكانياتنا موجودة وبشرط طبعا ان نتقدم بحلول اللي ما تخليناش الركز على التوازنات المليئة في الوضع الخطير نجمشي تفكر حالينا انت حلول على المستوى هذا ما انت كيفاش اليوم ننقذ المؤسسة متاعنا لهي قاعدة تنهار يعني مؤسساتنا اليوم في وضع صعب جدا بمعنى اننا فقاتها موجودة وخاصة الاجور وفي المقابل ليس لها دخل اما الدخل انقرر تماما او انه تقلص بشكل كبير وانا استمع الاهل المؤسسات الاقتصادية التي هي في حيرة كبرى من امكانية دفع الاجور لشهر ابريل وبالتالي ماذا قدمنا لهذه المؤسسات من سيولة التي تمكنها من الحفاظ على توزنها وتخليها واقفة على ثقائها على الاقل تخطر على كلمة معاه مع المعنيين بالامر يعني مع المؤسسات ومع الافراد ليست الحلول المسقطة من طرف سلطة معينة مهما كانت هذه السلطة المسؤول في هذا الوضع الخطير جدا الحقيقة لابد ان يتحلى بشيء من التواضع ويكون يستمع للمعنيين بالامر وايضا لابد ان يتحلى برحابة السطر حتى يتمكن مع بعضنا لإيجاد الحلو وقعد معنا سعزين سعيدين سيفايسل دربيل يعني اليوم تحدثنا على برشة نقاط اليوم تراجع الصادرات والواردات بحكم انه معنى التجارة الخارجية في الوضع الحالي تعتبر مشلولة تماما اليوم عنا مشكلة انه ازمة الديون وثم قلة في الانتاج اليوم المؤسسات الاقتصادية تقريبا اغلبها مغلقة خاصة المؤسسات الخاصة ما ثماش انتاج ما ثماش حلقة متاع انتاجية نجمة تكون موجودة باش التصدير والعمليات التوريد التم اليوم الاشكال الكبير هذية كيفاش نجمو نحلوه خاصة في علاقة بوزير المالية الي تحدث قال ثم قرارات باش تكون مؤلمة مؤلمة على شكون اه برش السؤالات اتوجيه قرارات المؤلمة بالنسبة للحلول سياس دين نحييه اه بالمناسبة الحلول قال توفير السيولة للمؤسسات هذو مع علاقاتها ثم عديد المؤسسات عندهم صعوبات في معناها دفع حتى الاجور متاع الموظفين متاعها صحيح وهذا الاجابة ان شاء الله تجيه في الايام القادمة وكيقول الايام القادمة معناها غدوة بعد غدوة اخر اسبوع في اقصى تقدير بالنسبة للمراسيم الي مش تصدرها الحكومة وفيها خطوط تمويل خد تمويل بخمسمائة مليون دينار خد تمويل بثلاثمائة مليون دينار لمؤسسات الصغرى جوز تموها هذوما وهذا يطلب ذخ السيولة من طرف البنك المركزي هذا ان شاء الله مش مش يتم صحيح ما مش مش يحل المشكلة اه 100% على اقل نوفرونهم السوريولة الكافية باش ييه معناها يغطيو المساري في امتحهم نحتيك مثل الحكومة ارتأت مع انك في الوضع الحالي مع انك باش تقتطع من اجور الموظفين سواء كان في القطاع العام ولا في القطاع الخاص ثم اليوم إصلاحات من المفروض تصير على المستوى الاقتصادي خاصة الجبائية اليوم هذي ما هوش قاعد ساير مع أنت بالدرجة الكافية شوف ثم عديد الإصلاحات يجب أن تصير ثم عديد الإشكاليات والنقايص في المنظومة الجبائية في المنظومة المالية في منظومة الدعم لكن اليوم يعطيني مرحلة متاع إنقاذ معنى يزمني برنامج إنقاذ وليس إصلاح في الوقت الحاضرة ما نجمش نجيب باش ننقذ المؤسسات ونعطيهم السيولة الكافية قلتك نعطيك مثال مثال متاع نزل نزل مسكر يسيدي حتى العمل اللي فيه نشوفه حلو ثم الميتين دينار متاع المنحة هذيك لكن النزل هذي راهو يزموا صيانة يزموا للذو يزموا يمشي الماء يزمها تمشي يزم الجردناج يلزم كذا إلى أي مدى يمكن أن تمتد الأزمة آه إذيك للجنة العلمية أنت والكوفين مو معنا يعني على مستوى الاقتصادي على مستوى الاقتصادي إن شاء الله يا ربي في آخر الأسبوع ذايا على الأقل النقص من الحجر الصحي إن شاء الله تفتح معناها بعض الأنشطة تستأنف بعض القطاعات تستأنف إن شاء الله تبقى ما نجموش إحنا أنا من موقعي ما نجمش نقول يلزم نستأنفه ولا ما يلزمش نستأنفه هذه أمور علمية وأمور صحية هم اللي يقروا واضح مشكور سيفايسل يلزمنا نختمو يلزمنا نختمو معنتها بش نسألك سمعت أنه غدوة في اللجنة في البرلمان في مجلس نواب تحديدا بش تفتحوا موضوع الكمامات اللي كنا قد حكينا عليه في بلسة الناس صحيح غدوة عن جلسة استماع السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى في مستوى اللجنة المليئ فمتهم مش نستمعوا نحكيوا معاه نشوفوا معناها الموضوع هذا من كل جونر بمتاعه إن شاء الله مشكور سيفايسل دربيل شكرا لك نوعا ما نص ساعة كملناها شكرا لك مش نكمل كلمة أخيرة لسي عزدين سعدين بما أنه معنا عبر الهاتف سي عزدين نجمو نخرجو من الأزمة هذه على امتداد ثلاثة شهور شنو نجمو نعملو كحلول اقتصادية عاجلة أنا رأيي نجمو نخرجو إذا كان شخص الوضع كمان مغي ويكون عندنا الفرضيات الكاملة نجمش نقول أنا اليوم كمسؤول في الحكومة ما نعرفش الأزمة هذه قدش في الدوم صحيح أنا ما نعرفش ولكن إذا منحط فرضيات لو ندوم أربع أسابيع شنو سير لو ندوم ستة أسابيع شنو سير لو ندوم ثمانية أسابيع شنو سير وبنسبة للمبالغ اللي ذكرها سيفايسل دربيل ونحقيه أيضا بالمناسبة رأيي حتى شيء نحب نذكر لنا أنه شهرية واحدة في الوظيفة العموية تساوي 1660 مليار هل أنها ثمانية مليار كافية بشتنقض المؤسسات الاقتصادية كلها يعني المبلغ المطلوب أكثر من هذا بكثير والتقييم الحقيقي يقول أن حاجياتنا لإنقاذ مؤسساتنا اليوم هو ربما في حدود عشرة مليار دينار عشرة مليار دينار شكرا لك سياس دي نحن محنش بش نطرحوا أسئلة ماذا بينا معناتا نلقوا إيجابات على الأسئلة اللي قاعدين نطرحوا فيها نختم معاك سفاك لا أنا مقولش 1660 مليار معناها خاطر مش يخذوهم شهرية كاملة هم مش يخذوهم أجرة يوم أجرة يوم عمل مش تكون في حدود 35 مليون دينار 40 مليون دينار وهو راه رمزية أكثر من حاجة أخرى خاطر تجيب يكون قرار مؤلم لكن يجيب يكون زادة قرار مصدر فخر يقول لك أنا ساهمت باللي نقدر عليه في المجهود متاع الدولة أشكر سيفايس الدربال مقرر لجنة المالية على كل أحنا نتمنى أن تداعيات الاقتصادية ما تكونش كبيرة برشا على تونس خاصة وأنها من قبل تشهد ركود وأزمة اقتصادية بطبيعتها نمشي ونواصلوا معاكم باش نمشيوا الآن نتحدثوا على أزمة الصحافة الورقية في تونس نتحدثوا بداية على أزمة الأعلام والسلامة المهنية تقرير لزميلة إيمان الوسليتي ثم لنا عودة فضل تحديات كبيرة تواجه الصحفيين في زمن كورونا وإجراءات عديدة تتخذ لضمان سلامتهم وللوقوف عند أهمها تحولنا اليوم الاربعاء 15 أفريل 2020 إلى فريق عمل البرنامج الصباحي بالتلفزة الوطنية التونسية حيث رصدنا ظروف عمل الصحفي وسائل الحماية وسائل الوقاية موجودة عنها سواء من اللي بافيت ولا من الكوجيل ولا حاجة ظروف صحيح ظروف تخوف شوية واحد يما يخاف على روحه بقى الكونتاكت أكثر تشوف احنا توبينا بيني وبين زميتي أكثر من ميترو لهنا كيف كيف معتا بقل زادة عوان حتى في استوديو المتريال الكل الحمد لله معتا معاقم يعني ظروف لحت الآن ظروف طيبة ظروف هذه الحقيقة مخذين حضرنا شوية أكثر من العادة ردين بيننا على روحنا وعلى زمانياتنا وزميلاتنا ونحن جنود الخفائز يجبنا يكونوا موجودين في خدمتنا في الوقت هذا بش نوصلوا معلومة للمواطن بيكونوا موجود بتطاورات الكل ومن جهتها وحدت الإذاعة الوطنية بثها استجابة لدعوة نقابة الصحفيين في تقليص عدد العاملين بها من صحفيين وتقنيين لضمان سلامتهم ضمانا لسلامة الصحفيين فنا اعتمدنا العمل بنظام الفرق اللي هو مجموعة ترتاح ومجموعة تعاوض تخدم وكذلك الزملال اللي ربي معناها يشفيهم اللي عندهم أمراض وكذا حاولنا أنهم مش يرتاحوا زادا وهذا في إطار معناها توفير سلامة للصحفيين في العمل اللي بتاحهم وتواصل النقابة الوطنية للصحفيين تنسيين أنشطة مكتبها التنفيذي ولجنة أخلاقية المهنة الصحفية وتدفع المتدخلين في القطاع إلى التقايد بالأخلاقية المهنية والمساهمة في إنارة الرأي العام من خلال معلومات وأخبار موثوقة ويحضر إلى مكتب النقابة نقيب الصحفيين ومسؤول الإعلام والاتصال للضرورة من أجل تسهيل عمل الصحفيين وكل المستجدات من وقت اللي بدأت جائحة كورونا في العالم وأول ما بدأت تسجيل الحالة لولا في تونس النقابة الوطنية للصحفيين سارعت بنشر مجموعة من الآليات الحماية والوقاية وجهناها للمؤسسات الإعلامية لكل والصحفيين في كافة ولايات الجمهورية واليخدم في القطاع للصحفي عملنا نشرة توجيهية خاصة وعاجلة كانت بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وجهناها للمؤسسات الإعلامية طلبنا منهم أنهم يوفروا أدوات التعقيم ويعقموا المقارات المقارات متاحهم وفي ظل الأزمة الراهنة يعمل الصحفيون على رصد ونقل المعلومة الصحيحة بهدف إنارة رأي العام إذن نرجع معكم للبلاتو بداية أيضا في الجوزة الثانية من الحصة نستقبل ضيوفنا على إيساري نبدا بسيط طيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف أهلا بك شكرا لك نستقبل أيضا بحديه سيحسن زرقوني مدير مكتب دراسات سيغما كونسي مرحبا شكرا لك وعلى إيميني رحب بزياد دبار نقابة صحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين مرحبا زياد شكرا لك سي عبد الجليل المسعودي عن دار الأنوار مرحبا بكم في البلاتو وضعية الصحافة الورقية اليوم هل يتغير المشهد بعد كورونا وهل تعجل كورونا بنهاية الصحافة الورقية سي طيب نبدأ معك أنت قراءتك لوضعية الصحافة الورقية قبل أزمة كورونا كيف شكنت؟ الحقيقة قبل كل شيء نحب نشكر كل الصحفين والصحفيات اللي هم جنود أمامي للمقاومة الوباء هذا يعفونا وعفوكم الله كما الإطار الطبي كما بعد بعض حال الأمن الصحافين قيمين بالواجب وهذا مش غريب على الصحافين كما تعرفوا قبل أزمة الكورونا كانت صحافة المكتوبة الورقية وغير الورقية حتى الإلكترونية تعاني الكثير كانت أزمة خانقة ومع الأسف الشديد ونقولوها هذه بكل صراحة الحكومة اللي كانت قبل الحكومة هذه ما موفاتش بوعدها وكنا أحنا اتفاجأنا سلبيا لأن الوعود اللي معناها 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 ما صاروش رغم معناها نجم نقوله البساطة ما كانوش مكلفين للدولة معنا ما هو الطالبين معناها الخلاصة طالبين وكالة شهر عمومي واشتراكات وهذه معناها تنظيم لشهر العمومي وهذه ما فيه حتى تكلفة زيدة للدولة وطالبين صندوق خمسة مليون دينار للانتقال الانتقال الرقمي حتى نخليه معناها الصحافة معناها تتطور وتكون معناها وتتجاوب معناها تكون متجاوبة مع التطورات العالمية الموجودة معناها معناها معلأسف الشديد شيء ما صار شيء ما صار ودوق وقتي جاءت حكومة سيد فخفير قعدنا معناها في النقطة السفر ونعنيه بالأزمة بتاع الكورونا شنو اللي صار بعد الكورونا اللي ما رجب نقول لك كل الجرائد وقفت على التصديق ما عادش اليوم ثم إشهار ما عادش ثم مبيعات في الأكشيك ما عادش ثم اشتراكات دونك اليوم المصاريف موجودة هي هي معناها خاصة معناها الأجور متاع كل العميلين القطاع و سفر مدخيل ما عادش عنها إشهار ما ثمش شراكات ما ثمش مبيعات وبالتالي دونك ولينا أزمة خان اليوم كما تعرف نهار في شهر مارس معناه نجم نقوله عديد الصعافين خلصوا شهر شهر ثم شكون ما خلص شي وعنا اليوم مشكلة كبيرة في شهر فريل اللي نجم نقول لك جل جرائد وكل مواسطة العالمية ما عنداج بتخلص الشهر متاع الصحفي مشكلة مشكلة كبيرة باش نقفو عليها اليوم معنا زياد هك حذن معنا نجم باش نتحطوا اليوم في وضعية صحفيين زياد اللي ثم وضعية هشة وكبيرة باش نتحطوا على الاتفاقيات الممضات معنا قديما مع رئيسة الحكومة ومع النقابات اليوم وين وصلوا خلينا دار الانوار بحضينا سي عبد الجليل المسعودي وضعية اليوم دار الانوار الشروق الكوتيديان اليوم والانوار ايضا اليوم ما يصدروش من نهار 23 مارس من وقت اللي الجامعة التنسية لمديرية الصحف وايضا الجامعة العامة للإعلام اللي تابع الاتحاد العام التنسي لشغل اصدروا بيانات قالوا الجرائد الوراقية يزمها تتوقف في الأزمة هذية كيفش كان الصد ايضا على العاملين في القطاع والوضعية في حد ذات ولانا انا حب نذكر اللي دار الانوار تصدر ثلاثة صحف وعندها اكثر ما يزيد عن ثلاثمائة بين صحفي وإداري وعامل يعني كم كبير يتكلف بطبيعة الحال تكلف باهظة لكن في الحقيقة هو مادام صيد رئيس الجمعية مديري الصحف موجودهم الحقيقة قدموا نصاح قالوا راه الأفضل أن تتوقف لكن اللي وقفنا احنا عن الصدور هو موش هذا فقط هو لأن الحجر العام أو الحجر الشامل الصحي خلى أن أماكن بيع الجرائد مغلقة فكيف إذن يمكن نحن أن نوزع نجمش بيع الجريدة الورقية فاتفرضت حتى وإن الحكومة لم تفرض توقيف الصحف الورقية فهي بالنتيجة كأنها فعلت ذلك باعتبار أنه لم يعد لنا إمكانية لا للتوزيع ولا للبيع مدام نحتاجه إلى أكشاك والمقاهي مغلقة وبيعة الفواكه الجافة حيث أيضا نبيع الصحف مغلقة فبالفعل القينرو احنا مشبورين على التوقف لكن احنا وصلنا في نفس الوقت كشل الصحف نشر على المحمل الإلكتروني وهذا ما زاد طبعا من تكلفة ومن الضف إلى ذلك توقف الإشهار فأصبحت أصبحنا عاجزين مثل كل الصحف الأخرى عن دفع رواتب العاملين زيادة طبعا على التكلفة نجم قوله الثقافية والسياسية كونه معناها اليوم الدولة ليست لها صحف ورقية وهذا أمر خطير لأنه لم يقع أبدا في تاريخ تونس حتى في أصعب الفترات بلاد دون دون صحف مكتوبة كأن بلاد بلا راية أو بلا نشيد رسمي لأن الصحف هي جزء من الشخصية الوطنية وضعية العاملين في دار لانوار مثلا متفجرة يعني تنظر بالخطر لأنه أحنا المرة الفات عندكم شهريات مارس أحنا قدمنا المرة الفات تضحيات والإدارة خذت من خزينتها ودفعت أجور هالمرة لن نقدر على ذلك سنكون عاجزين عن دفع نعم خلصوا في الشهري متاحهم متاع مارس سابقة ودفعتها الإدارة العامة من خزينتها لكن لم يبقى شايف الخزينة مدام لا نبيع الصحف ولا يدخل إشهار وهذه المنبعين الاثنين اللي تعيش منهم الصحف نحن في وضع لكل الصحف عاجز ولا ندري كيف سنوفر لثلاثمائة عامل اللي موجودين في دار الأنوار وأعتقد أنه الوضع لم أقل مشابفة وأخطر في الصحف الأخرى كيف سنحل هذه الأزمة هذو ما كل معناتها بش نحاول نتطرق لهم نقطة نقطة نحاول في البلاتو زياد زياد أنت من نقابة الصحفيين وأيضا الاتحاد الدولي للصحفيين شو تحدث معاك في زوز جوانب السلامة المهنية اليوم للصحفي اللي قاعد يشتغل أيضا معناتها اليوم صحفيين قاعدين يشتغلوا على مستوى السلامة المهنية متاحهم متعرش اليوم وضعوا باء وباء منتشر متعرش اليوم الصحفي محمي وإلا لا شكون يحميه اليوم وقت اللي هو يخرج يشتغل قبل ما نجيه الساعة لصحفة الوراقية والوضعية الهشة خطر الأحديثي الطول على الصحفة الوراقية ممكن عندي رؤية اختلفة نوعا باختصار تحب نحكي سلامة أو نحكي سلامة بالضبط بحضور سي طيب بحضور سي عبد الجليل وبحضور حسن وبحضور ممكن حتى الزملائي تفرجوا فينا زملائي ما حتى معلومة وتستحق نك الضحية على روحك يعني خليكم تجيبوا الأخبارات ما تكون شيء انت الأخبار وراء قانونيا يحق لكم رفض أي مهمة إذا شفتوا فيها اختر امتع انتقال عدوى هو شيء اللي جاي بيشوفنا تقريبا نسبة كبيرة من المؤسسات العالمية التزمت بترتيب السلام وترتيب الحماية بعض المؤسسات التزم أخر لكن ثم نوعا ما من هذا الالتزام يبقى لشكال رو الصحافي بغض النظر على المؤسسات تعطيهم المؤسرة وهو المسؤول على سلامته الشخصية بالأساس ولازم ثم احنا في نقابة صحافين بيش نحكي كسكات خبير سلامة ميهنية أو خرجنا تقريبا قيد مني قيد في نالمون يحكي تقريبا كيفاش صحفي يتعامل على مستوى صحته السلامة الجسادية صحيح ما زال دوزين بغضي باش نحكو على السلامة تقريبا تسكي نيوغيك للصحافين اللي يخدموا في ديارهم نعم وسلامة نفسية تنجوها بعد في إطار مشروع أكبر اليوم يبقى لشكال لازم صحافي ثم تديرو فليكس هي كيرير ساهلة جدا المسألة زملاء ما هيش صعبة حتى الموظف العمومي والمواطن العادي ينجم يستعملهم هذوم اللي هي قبل لازم كل ميسيون ميدياتيك لازم تتقسم على ما راح يعني بين ضفرين احنا خبراء السلامة ديما نقوله المهمة الإعلامية كعبة الرماء نجمش تكتكلك كعبة رمان بوكشور لازم تفرتك وتنظمها وتعرف من نتبدأ ومن نتكمل لازم الصحافي يقبل مثلا أبسط حاجة قبل الماية يدخل للخدمة لازم يعقيمي دي يلبس بافيت مثلا ولو أنه البافيت ما زلت ما هيش بلغات وأغمو يعني نسيون تفكم موطن ما نشعرف أنا ما شفت شئ الدراسة تقول راهو الفيروس يتنقل بالهواء ما زلت المتريال مثلا يخدم بميكرو بيرش يبعد صحافين الفريلانس يخدم بقات سلفية صوروا لحاجة ما يسيلش دي ممتريال يتعقب مقبلوا بعد شك دي مينوت لازم أغفلكس الدليل هذية اللي خرجتوه معنى الدليل هو اللي كونسونت في أونلين مدى احترامه صفا يعني هي شوف رأي معناش في تونج تقفت سلامة مهنية سلامة مهنية ستاديغ رأي 80% هل محمي الصحافي اليوم بلو يخرج مازال شوف وقت نسلع لحيماية المؤسسة متاع وتحميه ما تماش لأنه مؤسسات العالمية ما عنداش بروتوكول سيكيروتي دي جورناليست هذيك المشكلوين ثقفت سلامة اليوم في تونس نحن كنقاب نجر ونجر قدام ستايب قدام زي عبد الجليل وحت جمع رؤساء المؤسسات الأخرين إذا كان يجعلوا حاجة الصحافي اليوم وهو في إطار العمل كون يتحمل مسؤوليت لا سيطايب المؤسسة مسلة مش متروحة بالأساس في الصحافة المكتوبة أديسونس ما تقلقش ما نحكيه وعا تلافز ولي راديو وبعض الفريلانس اللي زملائي ثم سؤال زيادة تسمح فاتمة بيت فضل فماشي اليوم في الإحصائيات متاع الناس اللي هوم جاهم الكوفيد وأنفكتي فماشي صحفي مثلا احنا اتصنا بوزارة الصحة وطلبنا منهم مشكورين إذا ثم نستنى فرد إذا ثم يعني تستماسي فهذه ما ولا حتى قبل خويا يلفو بخون دون كونسي ديغاسيون المسلة هذية لأنه راو نحب نفسر سادل المواطنين مش على خطر على روسنا ريش راو اليوم نحكو على الكورونا نحكو على ثلاثة حاجات نحكو على البخوميار ليني اليوم الطب راو قبل الجيش قبل أمن وقبل نحن ناخد مرام الطب راو بيدون طب اليوم وبدون فرمليات بدون حتى راو ما كشباش نج وبالتالي نقصوا شوية من كل نحاولوا في المستقب بنبعدوا لك الشيط أنا ثلاثة سنين لتالي كانوا لطبان شبان يطالبوا بحقوقهم اشترى الشعب يسيب فيهم واشترى المسؤولين السياسيين ما تلفتوا لهم مش قالوا روك اليوم ما جن الحقوقهم غالطة ولا صحيحة حسنو احنا نقولوا للناس شي بذيار ونحن نوصل لكم المعلومة يعني العملية صعبة يابق اليوم في بالنسبة لي نحنا كنا قابل زملاء أو حتى المؤسسات العالمية اللي عندها إشكال على المستوى سلامت الصحفيين نجمو نعونوه راهو سيطلو بيو سامبل كوبونجوغ ما هيش عملية معقدة برشا راهو إجراءات صغيرة بالتفصيل الممل ما على الصحافي أن يقوم به شنو يلزم صحفي يعمل قبل حتى منهم خرج من دارهم في الثنية رجع لدارهم ثم مسألة قبل ما نمشوا للصحفة المكتوبة ثم الفريلانس اللي تحدثت على اليوم اليوم معناتها كانوا يشتغلوا لكن معاوى وبا كورونا وقفوهم ما تخدموش هذيك هذيكم معناتها ما عندهمش دخل اليوم بالضبط وفي الحقيقة اليوم ممكن هذا يعمل ترانزيسيون الموضوع الأول رو من قبل في نقابة صحفين تقريبا فكرنا كونه شوفنا لسكتور تلمو حسن تجيدي أكد هالك بحكية لشيفر رو السكتور في تونس عدد المؤسسات العالمية تم تعددية سوق لشهر ضعيف برش ولمش لكونوا المؤسسات العالمية اليوم قايمة البزنس مودة لامتاح يعني على المداخيل لبيوع قبل كانت ثم بيوع اليوم ما عادش أكالاش تم هذه برميلون ديكوز معانتها متاع المشكل أو الأزمة الهيكلية لصحفة المكتوبة لفريلانزو ملائنا برشة ضر بايش عملتوا نقاب الصحفيين بفيدتهم أكيد ثم اليوم ديجا اليوم هنا كونفيرمي حاشتين ديجا ثم إنيسياتيف تلنصت من نقاب الصحفين هي للصحفين للدعم مع بعض باي يعني صحفين لازم مبادرة مبادرة شفيها فيها كونه لازم كل نوع من الصندوق تضامن في بعضنا نتاع صحفيين كل صحفي يقدروا قدروا ندعموا صحفيين نحن تصنى مثلا بالملك المركزي تصنى بعض البنوك العمومية زادة بنوك عمومية زادة صحيح حقنا ونصوم دي كونتروبيوابل زادة عليش المؤسسات اللي تشغل فيهم ما تاخذش على عاطق نسبة مؤسسات للأسف الشديد هذه ظهر الدولين نحكي لك الكسكاد لفيديراسيون انترنسيونال جورناليست والتحاد دولي لحظنا برشة مؤسسات عندهم لنغراتيتود نعطيك أبسط حاجة في نخدمنا في عدم الاحتراف بالجميل اللي هنا هي اليوم مثلا في برشة مؤسسات شوفوا فيهم الحروب وكل تيجن في مهنا لنغراتيتود يعني بالضبط يقول لك من مراسلنا هورا مش مراسلهم هورا مسكين المراسل يخدم خدمة وصورها كان نخدم خدنا بايا سيبان يقول للمراسل المتاح ومخدمش يقول لها وجوست فريلانس هذه عينناها مع دونفو أمريكانية بريطانية حتى العرب في المسؤولية نحن يعني أبطال العالم يبقى لشكل زملائنا في فريلانس نحب نوضحها أكثر هذه زاد صحفي أنت تتكلم باسم الأتحاد دولي الصحفي أنا صحفي قبل ما نقول كل شي مش مش لأ أنا حكيت لك عروا عنا زورش زملاء تقات محترمة جدا وهم ثم الظروف اللي خيرت ويخدم في فريلانس ثم الظروف اللي هو خير في فريلانس يخدم هذو ما زاد مش لازم تونس تخسرهم في الوقت هذا لازم نشجعهم بش نجو خطر فيهم صحفينا واخدين جواز دولي يرى هو يبقي معناتها وانترنسيون ومشاء الله هذو ما بش يكونوا هما مستقبل المهنة في يوم آخر وبالتالي يضم الزملاء نعاونوهم شوفنا برشا الحق شركة نكيما هي تد مكفحة فساد اليوم عمنا مع اجتماع مثمر اتفقنا نشجعوا في المرحلة هذية نشجعوا صحافة الاستقصاء أو صحافة التحري أو صحافة نشجعوهم وبعدك تجي أزمة كما هكا يقفوا عن العمل وما يلقوش مورد رزق ما نحكيت لك آخر نشجعوا من المشكلة الصحافة المكتوبة كل علينا المشي اللي لدينا هذه الصحافة المكتوبة يلزمنا ننتقل للصحافة المكتوبة على الموضوع المشكل الظرفية فاطمة لا نتفع عن صحافة الصحافة المكتوبة الوضعية الهشة متاع الصحفيين أغلبيتهم أجراء ويأخذوا في شهرية معنى تم اتفاقية اتفاقية زياد تم امضاءها الاتفاقية الاجتماعية التي وقعت عليها النقابات ورئاسة الحكومة سابقا وتم تحديد أيضا الأجر الشهري متاع الصحاف أجر الأدنى تقريبا 80% إلى أي مدى تم تطبيقها المسلم ليس إلى أي مدى المسلم أنه اليوم المؤسسة العالمية في نيتها ثم دوتيب زوزن وعبتع مؤسسة لماذا أتحدثت عنه لازموا ديباء بالعقل وبدينوا بدون حمية وبدون عياط وعصبية قطاعية ثم مؤسسة كانت قبل أربعة عجر قبل الثورة يعني كتقارنها بالمؤسسة الجديدة اللي كانت اللي بلي سوليد خطر عندها يعني مرتب أزمات سابقا وتعرف تتعاون مثلا المؤسسة هذه أنا با سو جغي للترانسفورماسيون لديجي تال يعني لكن هذه اللي نتفقه فيها سيدي الكريم اللي عندنا يساحتان كريزوفا في السكتور الصحافة المكتوبة وناسات خطر مازلنا الرقز على الصحافة الخبرية وبعدنا على الصحافة مثلا لزونكات وكل شيء تم مؤسسة جاد بعد الثورة مثلا هي بطبيعتها الفراجيل هشة بطبيعتها وتحكي عربية زيد في ظل غياء الله غالب العكسر العربية أحبه إلى قلبي لكن ساعة متفعل برشا المشلوين كونه المؤسسة العلمية هذه بقي أنه وحدنا يعني مع ناقبات نشوفوا دي كونبرومي باش نحاولوا نوقظو اليوم الدولة ما عنداش سياسة عمومية لإعلام بما معنى سياسة عمومية لإعلام روف الدول الكل الاشتراكية والليبرالية وشد الوسط كل دولة عندها سياسة عمومية لإعلام بما معنى اليوم سيد الرئيس الحكومة وسيد الرئيس الجمهورية وسادة الوزراء شفتو لاحظوا دي مكلامهم ونعاول على دور الإعلام خلنا تتفقوا مثلا ماش حاجة اسمه أعلام ثم حاجة اسمه صحافة وصحفين وأبو أسيد تعلمي باي انتي بشتحل لنا بارشا لا نكون تخطين ما صارتش نتخلوا بارشا في لحدي صدقني اليوم استنيني زياد دي ملون دي ملون دي ملون دي ملون دي ملون عشرة مليار دوات قادرة تنقذ صحافة المكتوبة ولا اليوم اي قادرة قادرة هل أنه اليوم سيد رئيس الحكوم سيد يعني اللي كان مقرر جت المالية اليوم هل أنه عشرة مليون دينار من ميزانية تفوت أربعين ألف مليون دينار حاجة صعيبة باي زياد راجعين لك خلينا نمشيوا معا سحسن زرقوني مهتسلكش نمشي في خفق قطر نحصائيات ونرجع لك سي عبد الجليل خطروق قال كلمة ما نحب بايش نرجع لك لا ما تضيعش سيحسن ما تضيعهاش أحصائيات في علاقة بوضع القطاع الصحفي الصحافة الورقية تحديدا كلنا وزيادة بداي يحكي في الموضوع ذي بطريقة دقيقة نوعاً لها هو كونه من نجموش نفسه الوضع متاع الصحافة المكتوبة مع الوضع العام متاع الصحافة بصفة عامة المكتوبة المكتوبة الإلكترونية معتها المطبوعة والإلكترونية وكذلك سمع البصري هذا كله مهم جدا أنه يحب فيه إيطاره هذا أول شي ثاني شيء وهو سوق سوق بتاع عرض وطلب وطلب بطبيعة السوق هذا في زيادة قالها فما طريقتين هما بشير بحوا فلوسها الصحف أو وزار الإعلام أو يأما يبيعوا صحف يأما يبيعوا وإلا مع الوفاتكو يبيعوا الفضاءات الإشهارية يدخلوا إشهار وعادة الموديل الإيكونوميك المثال الاقتصادي يقول 90% جاي من الإشهار و10% فقط وحتى أقل معناتها من المبيعات حسب هذا المعدلة فما جرائد مثلا كان غانشيني في فرنسا مثلا يعيش كان من المبيعات واضح لأنه ما فهمش إشهار اختار أنه الخط التحريغي يكون حر حتى من فلوس الإشهار نعم وبعض تعرفوا أنه فما اليوم صحافة مطبوعة مجانية واليوم التي كاسحة في الأخر الشرق الكل في العالم وهذه بلايش هو كيواريك أنه مبنيك فقط على على مدخل الإشهار الفضاءات الإشهارية دونك اليوم بش نحط الأموة في إطارها ماذا بيا نقدم بعض الإحصائيات إذا تفضلت وكان يتفضل سيسعيدان يبداليش بهذية يبدالي بالأولى اللي بعثتها السيموني ماذا 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 هذو من الاستثمارات الأعلانية انبعد بش نتحط ماذا بيا كان سيسعيدان يعدي لي السلايد أه 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 همش نحلل بعجالة بعجالة نحلل ماذا 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 نحلل هذه ماذا ماذا اليوم شنو اللي ساير آه بارك الله فيك أتك صح بارك الله وفيك شوفوا معايا بالله شوفوا معايا عام 2010 كنا 4 عملين و800 تونسي حسب الإحصائيات اللي نعملوها يوميا احنا يوميا 4 عملين و800 تونسي يتفرج في التلفزة التلفزة اللي هي تلفزة تلفزة اللي هي قنوات محلية تلك تونس لكن ثم 3.3 مليون مع 3 ملين و300 ألف من تونسي يتفرج في قنوات هذه وضعية إذا تسمح فاطمة مهم نحكيوا عليها لأنه في الوضع ذي لأنه مش معقول أنه الناس تتفرج في قنوات أجنبية فمش واحد فرنساوي يتفرج في قنوات إيطالية أو إسبانية مش موجودة الفكرة الجملة الناس تتفرج في قنواتها هذي كان بكري هذا الوضع اليوم عام 2012 2019 الوضعية تغيرت تماما والتي سبعة ملايين تونساوي يوميا يتفرج في قنواتهم قل قيل ما هو الربط مع موضوعنا اليوم أنه اليوم المستشهر كان يحكي مع أربعة ملايين أو خمسة ملايين تونسي ولا يحكي مع سبعة ملايين تونسي اليوم عنده أكثر ناس يحكي معهم أكثر ناس يقدم لهم إنتاجاته خدماته عالماته هذا نقطة أولى نقطة ثانية مهمة جدا هو كونه الانترنت اليوم لازم نعرف أنه سبعين في المئة من التونسيين عندهم نفاذ لأنترنت وشبكة انترنت سبعين في المئة من التونسيين عندهم سماختفون الهاتف الذكي كذلك نلاحظوا أنه القنوات الإذاعية في تونس قعدة قوية في تونس معنتها وتقويت أكثر معنتها من ذي قبل هذم كل يزيحموا في شكون يزيحموا في الورق في الصحافة الورقية ونعرف أنه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة الصحف الإلكترونية والتي عندها رواج كبير وكبير جدا لماذا تعرفوا لأنه المعلومة حينية ومش كانت تونسي في العالم الكل زياد في الفيديغاسيون انترنسيونال في العالم الكل المعلومة الحينية هي والتي أهم عندها الورق لا يستطيع زيحم الإلكتروني إلا في نشاطات أخرى التي هي مثلا الصحافة الاستقصائية أو الصحافة التحليلية أو الرأي أو الرأي التي ترغبت بعدها سنرغبت ما سنرغبت في الصحاف اليومية التي تريد أن تهمك مباشرة الصحاف اليومية سنتين 2017 و2019 كان 30% من التونسيين يورقوا صحافة يومية على أقل مرة في ثلاثة شهر وليت 23 كان ناخذ عام 2021 تولي 17 أو 15 وانتي ماشي اليوم السوق هذا ماشي في الانحدار لأن الناس لا يريد تقرأ طريقة كافية كافية فقط حبيت نعطيه مثال معلومة هكذا من بانو فالنوفالي هو 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 لول إدلو جريت اليوم فيما الشروق إلو غاست مثال ما نقولوها خطر معلومة من حيث البيوت حاسب الأحصائية متاع سي زرغون اي انا مسؤول عليها الحصائية لا هو ما يقول كان الحقيقة تفضل سيد سيدان سيدان هو الريجيسر إذا ناخذ مثلا المجلات تهم سيد طيب زهاء المجلات كذلك نفس الشي نفس الشي نرقعه في 2017 6 في المائة 2019 3.7% معناتها وفم ما حاجة نقولها أنه مهم جدا أنه المجلات في تونس أو هم في الفرنسية قل قلت القراءة باللغة الفرنسية لذلك معناتها مجلات هذه سيدتي وانت ماشي معناتها ما هم اللي نحن نتصورهم لأنه التونسي ولا ما عادش يقرأ بالقدر الكافي باللغة الفرنسية هذا ما فيش تقييم معناتها معناتها هو تقييم موضوعي مش تقييم معناتها مش حاجة به ولا خائبة نتقدمو يا سيد سعدان بش نشوف كيفاش المعطيات الأخر اللي تهم القطاع هذي به نمشي وتوا شوفنا كيفاش استهليك الصحافة وكيفاش توا بش نشوف حاجة مهمة برش الاشهار يقول قيل أسكن مش اشهار مهم ولا لا وعليش أهم وشني أهم أول شي الاشهار هو مؤشر الحركية والديناميكية في السوق هو الاختيار تصورنا معناتها إذا فمش اشهار معناتها العلامة هذي فم علامة واحدة يمكن تحكم فينا تولي خلينا نختار الاشهار يدل أنه فم حركية والاشهار كذلك يخلي أنه الجرائد المجلات وسائل الإعلام عندها منوية اقتصادي أنه يخليها أنها تخلص الخدمة تخليها أنها تكون ماهاش ما تتشريش يجب أن تتشريش بمال غير معروف المصدر زياد هذا شيء تهم لكم لذلك الاشهار مهم ماذا يحدث سوف نخصب البيبليسيتي موجودة في كل مكان غالطي سأسمحوني يا توينسي الذين تفرجوا معي وفرجوا فينا اليوم أنه اليوم رأى تونس رأى ستنبيه الذي فيه شوية بيبليسيتي بالنسبة لبلدان الأخرى هؤلاء تزير المغرب هؤلاء مليون دولار لكي نكون على نفس العملة إذا في تونس في سنة 2019 خام خام 81 مليون دولار إشهار خام كي نقول خام معتها صافي لا يوجد ذريب لا يوجد كل المعاملات معناتها الخصم لا يوجد ما يوجد حتى اتنس شفنا برشا أنه المجانية فاطمة في القطاع هذه وذي يضر بالقطاع معتها مجانية أعطاء فضاءات إشهارية 81 مليون دينار خام بالنسبة الجزائر كانت متأخر علينا معناتها الجزائر إذا ندرس الوضع تاريخيا نرقاه المغرب أول بلد استعمل إشهار بطريقة تجارية كبيرة ثم تونس ثم الجزائر لأن الجزائر تحرر في تسعينات الجزائر وصل 355 مليون دولار قل قايل من جزائر أكثر مننا بعدد سكان المتاحة 43 مليون ونحن قرب 12 مليون 11 مليون 700 و800 ألف نحن 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 في الجزائر يصرف على كل جزائر وهذا مؤشر مهم عالمي 8.3 دولارات لكل جزائر في الأشهار في السنة في تونس 7 دولارات في المغرب 37 دولار و60 سانس وفي المغرب صناعة ومشاكل التي نعرفها وليعرفها سيطيب ولي تعرفها أنت في دار الأنواع الحقيقة يعرفها صحيح في المغرب لكن ليس بالحدة التي نعرفها نحن في تونس وأنتم عارفين ما حدث في المغرب مزالت الجرائد ومجلات تقرأ ومزالت فيها إعلانات ومزالت فيها إشهار ومزالت نجح لنحن للحلول لنصل للحلول بعد فاطمة لنستقنس بالنس اللي نجحوا ترى بعجلة توا السوق تونس وكيفيش الإشهار على الصحف عايش بسرعة سي فو بلاي سي سعيدين عاوني شوية اللي بعدها اللي بعدها هذه الصحف الأسبوعية حتى الصحف الأسبوعية قتص ألو بلا اليوم مش نعرفوا أنه قرابة ثلثي الإشهار في تونس ماشي للتلفزات وهو العمود الفقاري للإشهار في تونس هو الكل سي الميديا هو هو التيغ الوضعية هذه الوضعية الخاص الوضعية هذه نحكي على الإشهار الخاص الوضعية هذه الوضعية مهيش سليمة بالنسبة إذا نرى وشنو ساير في العالم عليش لأنه في العالم الكل تم ميديا جديد وسيلة العالم جديدة اللي هي الميديا الريزو سوسيو و جوجل ويوتيوب وفيسبوك وهذا ما يضاهي الأشهار في التلفزات اليوم في تونس أنا الوضع مزلت هال الطرق هذه لم أخذت حظها بالطريقة الكافية التلفزة مزلت هي القاطرة القاطرة السوق في تونس المستشهر كيف يعمل معنا هلوغا فليك يقول يفضل أنه يحط إشهار الفزات وبعد نشوف البيقي الكلمة هذه تقتل جريدة تقتل المجلة تقتل الكلمة فقط هك معانتها في الميديا بلانية نكمله وبعدها الراديو يمثل قرابط 15% وبعدها المعلقات 20% الجرائد صحافة المكتوبة متمثل إلا 3.5% شوف أنا قلت لك منذ قليل فاطمة الإشهار هو المؤشر على حيوية الاقتصاد وكذلك التنافس الشريف والحر في الاقتصاد نعطيك نكزام في العالم الكل الإشهار لعالمات السيارات مثلا كبير برشة نحن في تونس مش موجود أنتم قناة الوطنية واحد ما هيش قاعدة تستغل من السوق هذا بشي جيوا فيها إشهار كافي رغم رغم نسب الاستماع والمشاهدة متاعكم القوية اكتشوال تصور معنات أكثر برنادي تشاهد اليوم في تونس هو معنات النشرة بتاعكم هي أكثر شي معنات قراب 2.9 مليون تونس يتفرج معنات هذه قينا أرقام بعد الثورة بشوية نرجع للفكرة هيا نرجع للفكرة ذي هو كونه السيارات ذو العلامات على سيارات لماذا يعملون لأنه ديكوتا على السيارات هو هو بشي بيع والسوق في تونس السوق صغير المشرع التونسي من ستين سناء لم يجازف على السوق الداخلي التونسي دائما المنويل الاختصادي التونسي مبنية على نعمل معامل للتصدير وهذه معناتها يناقش لكن عنده تأثير على السوق الإشهار يعني السوق ليس ديناميك بطريقة الكافية النتيجة 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 سترونها بسلائد سيدان عاوني على السلائد واحدة لا اللي بعد اللي بعد فقط نحكي على الصحافة الورقية نكمل نكمل حبيت نمر لكم كيف الاشهار مربوط كذلك بالثقة في الوضع مثلا نعطيكم من أصغير رهو في 2011 مثلا نقص الاشهار في تونس صارت الثورة 2012 صارت انتخابات مؤخر 2011 رجعت ثيقة للتوينس رجعت عندما ملدوز قوية للاشهار وبعد في ضربة شكرا بالعيد على يرحمو أول 2013 ضرب الاشهار عامتها وانت ماشي الاشهار يسر يسر مربوط بالوضع نسميه لتاء ايموسيوني بعد الوضع ذهني متاع الناس والثيقة ثيقة المستشهر اللي عنده معمل اللي عنده خدمات لكن تقريبا غياب معناتها الاشهار في الصحافة الورقية 3.5 بالمئة معناتها نصف ضئيلة جدا في موزور شوفوا طوى إذا نشوفوا مثلا الصحافة الصحافة في تونس الإعلانات في الصحافة في تونس نرقاوها معناتها الصحافة اليومية والصحافة والمجلات شوية بركة في الصحاف الأسبوعية ومثلا في الصحاف الأسبوعية إلا 47% نزلت 47% من 2018 ل2019 في الصحافة اليومية نزلت 24% المجلات نزلت 10% وآخر سلايد وذي أهم واحد مشتراوها لكلكم وذي يبسي طيب معناتها المذابية كانت تشوفوا مليح وتحلوا مليح آخر واحد سيس عيدان بارك الله فيك مشكور عذبتك معايا تكسحها شوفنا أنه استثمارات الإعلانية صحافية في عام 2019 نزلت 18% أخر سلايد حب أحب ويتشاف ولا أخر هو كيف النزول ونزول معناتها سريع لا الاستثمار في الصحافة الفضاءات الإعلانية في الصحافة كيف نزلت في 10 سنين 73% نزلت في 10 سنين 73% معناتها اليوم وهذا نتجال شنوها بالضبط نتج أول شوفنا من الأول أن الناس مشات وسائل الإعلام أخرى ثاني شي المتلقي مشات وسائل الإعلام أخرى نشوفوه بالواضح شوفوا كيف من عام 2010 كان فم 40 ألف ببليسيتي في الورقية الكل ببليسيتي معلتها باج كاملة نصف باج ربع باج دو كولون تخو كولون 40 ألف 40 ألف سائل في عام كامل على عام بين بريفي وبيبليك نتحدث على بريفي نتحدث على الإعلانات التجارية كوميحسيات 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 عام 2019 عددك 40 ألف وليس ألف فقط شفتوا كيف معلتها سيبا فيابل أول أول شيء ما مرتبع المتلقي ولا يحب يمشي إما المعلومات الإلكترونية موجودة في الإلكترونية الصحافة الإلكترونية وإلا راديو وتلفزة ونحب نقول كلمة مهمة وهز المورال للصحفيين هو كونه شبكات التواصل الاجتماعي ما قتلتش الصحافة لأن أكثر ما يدولوه الناس ويبرتجيوه الناس على مقالات أو أخبار جاية من جريدة الوراقية من راديو أو من جرائد في المحصلة الريزوسوسيو هذو القفا جوجل فيسبوك أبل ومازون سيرتو جوجل وفيسبوك هذو هم الناس تعمل في ثروات على حساب صحفي وما يخلصوش مكنترو بارتي هذي في الأوروب معتا في الزملاء إرقاوا لحل إرقاوا لحل إذن تاكسي عملوا تاكسي حتى السياسيين ولو يعملوا في الأشهارات في جوجل وفي فيسبوك وهو الإشهار السياسي ممنوع معروف ما يقرأوا مقال كامل وإلى كتب كامل وصاعات يبدو المقال ما عنده حتى علاقة مع تيت ويكون المعلومة غالطة وإخر حاجة نحن نقولها بالنسبة صحافة المكتوبة صحافة المكتوبة اليوم المطبوعة المطبوعة اليوم لازمها تتجدد لازمها هي بيدها معتا السورمي أنكوز تعمل نقد ذاتي لها لأنه صارت المشاكلية في بردان أخرى ورقاوا لحلول وإن شاء الله نرقاوا الفرصة مش نحكيه في الموضوع مشكور حسن زرقوني شكرا لك على البرزانتشون هذية اللي عملتها وعلى الأحصائيات اللي تناولتهم إذن اليوم عرفنا أنه صحافة الورقية في أزمة كبيرة لكن اليوم ماذا بينا نعرف الفريق متاعي اللي حذر المعطاعة هذه مشكور بوقت قياسي لأنه شكرا لك سويعات قبل البرنامج خلنمشو التقرير حول أزمة الصحافة الورقية هل هي بداية النهاية اليوم وما العمل تحديدا تقرير للزميلة جهان الوتي تفضلوا يقالوا أن الأعلام هو طبيب ثاني في الحرب ضد فيروس كورونا حيث لم يسلم أي قطاع في تونس والعالم من تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد ولعل أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع الإعلام فالقطاع الأكثر حديثا عن الفيروس وتداعياته وتأثيراته على كل القطاعات لم يذكر يوما ما خلفته الكورونا فيه فتونس تعيش منذ الثالث والعشرين من مارس عشرون والفين بلا صحف ورقية حيث دعت الجامعة التونسية لمديرية الصحف في بياننا لها إلى التوقف عن طبع الصحف الورقية وإصدارها درءا لكل المخاطر والاستعاذة عنها بالعمل عن بعد بواسطة المواقع الإلكترونية التابعة لها وبررت وبررت الجامعة هذه الدعوة بتفاقم تفش فيروس كورونا والتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في تونس والمتعلقة بحظر التجوال والحظر الصحي العام إضافة إلى الصعوبات الخاصة بإنجاز وطبع وتوزيع الصحف معاناة الصحافة الورقية في تونس ليست جديدة ولا تقتصر أزمتها على انتشار فيروس كورونا فهي تمر على خرار أغلب صحف العالم بصعوبات هيكلية حيث تعاني أزمة سوق فالإقبال عليها انحصر للغاية والسوق الإشهري اتجه إلى الإعلام الرقمي والمرئي وكلفة الأوراق ارتفعت كما أنها تعاني من غياب الدعم الحكومي الكافي وغياب استراتيجية عمومية واضحة كما زادت الأعباء المالية والاجتماعية للمؤسسات الصحفية التقليدية في مرحلة اختفت فيها المؤسسات العمومية التي تشرف على توزيع الإعلانات بسبب أخطاء كثيرة قام بها الحكام الجدد منذ الثورة إلى الآن شكرا للمؤسسات للمؤسسات القطاع الصحافة الورقية وصف يختار والسؤال نطرح على نفسنا وعلى الحكومات وعلى الحكومة إن رأى ما زلنا حاشتنا بصحافة ولا لا إن رأى ما زلنا الدولة التونسية حاشتنا بصحافة ورقية ولا لا بالجواب هذا نجم نجم نواصل هل يجب على الدولة اليوم أن تدعم قطاع الصحافة الورقية مثل موجود في العالم كامل منذ الثورة إلى يومنا ما حبت تعاون وتدعم الصحافة كما تدعم جميع البلدان الديموقراطية الحكومات القوية تمتلك إعلام قوي طبعا بما فيه الصحافة الورقية ولكن ما تماش إرادة سياسية وربما ثم البعض يخمم بيقولك مدام نخليهم في هشاشة نجم أنا ربما نسيطر عليهم أكثر ما عشيش بصحافة تقوم بدورها كمعناها كونترو بوفوار كاتريان بوفوار ما عشتهمش بيها ماذا بيهم صحافة تكون هشة والصحافين يكونوا في وضعية هشة بش هما يجمس هذا هذا التحليل الخاص كيف هي اقتراحاتك اقتراحاتنا سهلة اليوم إذا كان ثم إرادة سياسية صادقة وإحنا قابلنا معناه سيد رئيس الحكومة سليس فخفير وعطيناها الاقتراحات ثم اقتراحات قديمة قلنا نفعلها لها وكالة الشهر عمومي والشراكات كما الصندوق الدعم الرقمي مع صندوق خاصة مليون دينار للانتقال الرقمي شفنا اليوم دور الصحافة الإلكترونية في الأزمة هذه وغير الأزمة هذه اليوم شفنا معناه العباد يقرأوا الصحافة الإلكترونية معناه حاجة معناها حاجة كبيرة يسر اليوم وهذا يلزم معناها إجراءات عاجلة على خاطر يزمن أولا ساعة المؤسسات العالمية تكون تواصل بش تواصل يلزم مساندة مباشرة حتى نكلم ونخلصوا معناها الأجور وهي ما مش حاجة كبيرة إحنا قدرناها تقريب مليارد وثمانمائة لكل عاملين صحف شهر بشهر إحنا قلنا ثلاثة شهر معناه اليوم إذا كان الدولة تأخذ على تقهى ثلاثة أشهر من أجور نجم عادي والعكبة هذه معناها سلامات ونخم في الحلول اللي ربما معناها تكون هيكليا حتى كما قالوا الزملاء اللي بتباعد الحال الصحافة الورقية تهيك الروحة وتكون معناها تقوم دور معناه إعلامي غير اللي موجود على الصحافة الإلكترونية وتقوم بالصحافة الأقصائية وغير ذلك عندها دورة ولكن هذا ميجي بإمكانيات وبإرادة سياسية أنا متفائل اليوم ثم على أقل يسمعوا فينا اليوم نحب نشكر محافظة بنك المركزي اللي بعد ما ما سمعنا وبعد ما تقابل معنا اليوم أعلن اللي كونه هو يحب يدعم صندوق الانتقال الرقم اليوم اطلب من البنوك بشي ميقفوش الأشهاء هذي سيد محافظة بنك المركزي لأنه نعتبر اللي الصحافة في اختار وقام بدوره ونحنا ماذا بنا الدولة والحكومة تقوم بدورها ودورها بجدية يزينها من التلاعب ويزينها من الديسيبشون اللي صارونا مقبل ويقوم ويقوم في المستوى عند اللوبيات متاع الشهار هنمشو سي عبدالجلي سي عبدالجلي اليوم معنتها مجموعات النفوذ والسياسية والاقتصادية اليوم يخيروا التلفزات والإذاعات على مستوى الإشهار ما يخيروش الصحافة الورقية في المسألة هذية اليوم ثم الصحافة الإلكترونية اللي أصبحت اليوم في مواجهة الصحافة الورقية إلى أي مدى يمكن أن تصمد اليوم الصحافة الورقية ذلي تم برشجر يتسكروا معنتها في تونس كنت تسمحلي أنا أحنا أحب نذكر اللي أحنا ما يمكنش أن نكونوا منفصلين على العالم كيف ترى بلاد كما بلجيكيا اللي تقريبا نحنا عنا نفس العدد في السكان بلجيكيا منذ تقريبا أسبوعين قررت أن تعتبر الصحافة الورقية من الحاجات الأساسية للمواطن كيف المقرونة والسميد والماء لا يمكن أن نعتبرها كما مع الأسف في بلادنا أمر من الرفاهة أو الكماليات أو الثانويات كيف ما كان يقول سي طي يقول راهو يلزم فما سياسة إيرادية أنا أقول أكثر من هذا أنا اللي خايف منه اليوم أنه اللي شدين اليوم السلطة وأعني بوضوح رئيس الحكومة أولا نخاف أنه هو ومستشاريه ما همش وعيين بخطورة أنه غدوة البلاد هذه ما تكونش فيها صحافة ورقية صحافة بلاد بلا صحافة ورقية جزء كبير من شخصيتها ومن سيادتها بشي تلاشة شكوني نجم يتحمل المسؤولية اللهم إذا كان ما ناش وعيين ربما لأنه ما كبرناش وما تكونناش في مفهوم ثقافي يكون فيه الصحافة المكتوبة جزء من الحياة ومن الثقافة الوطنية ومن الشخصية التونسية هذا اللي خايف منه شنه الحلول تقولي أنت الحلول سهلة قبل ما يبدس يحسن في تقديم العرض متاعه يظهر لي أنت يسيد دبار ولا شكون قال بربي شنية عشرة ملايين دينار باش نتجاوزوا هالمرحلة هذه فعلا السؤال هو هذا ماذا تمثل عشرة ملايين باش نجمو احنا ندفعوا أجور حتى اللي نتخطى هل الأزمة هذه ما عدا ذلك قضية الأعلام المكتوب اللي هو والصحافة الورقية اللي هي تعيش أزمة هذا رو موش جديد لعالم كامل يعني كما وقتل طلعت طلعت المطبوع والشفوية تراجع بعد نظموا احنا نتتفكر ربما جيليانا يعرف اللي وقتل يكنها في المعاهد الثانوية وحتى في الجامعات كانوا يطروا علينا موضوع هل ستقتل التلفزة الصحافة وإذا به قعدة التلفزة وقعدة أو ستقتل الكتاب الكتاب قعد نحن هذا مشكلنا اليوم مشكلنا أنه مع الأسف النخبة السياسية الحاكمة ما هيش ربما لم تتربى في ثقافة الصحافة المكتوبة والكتاب وربما حتى الثقافية نحن عايشين في وقع آخر وقعنا اليوم يفرض علينا أنه نجد أولاً صندوق صندوق يدفع وجور الصحفيين أولاً ثانياً السياسة إرادية تجعل من الصحافة جزء أساسي في التربية وفي التثقيف شو معناها في فرنسا كل معهد ثانوي فيه نادي للصحافة كلوب دولا برس ويتعلموا التلامذة كيفاش يعملوا الصحافة كيفاش يقرأوا الصحافة كيفاش يقرأوا وشو معناها أنكات ويتدربوا ويعملوا في آخر العام جريد هناك تر يعني هذا لازم أن يكون نسمى إشكالي اليوم حقاً أن وضعية الصحفيين والعاملين في القطاع معناتها اليوم ما عندهمش مورد رزق اليوم عليش سمحني عليش ما تمش تنظيم الإشهار معناتها وتوزيع عادل ما بين يعني الهيئة شكون ينظم الإشهار هو قالك سيطير عند الحكومة رأي الحكومة اليوم متحملة مشروع هذا مشروع هذا أعطينيها مشروع من عام 2016 15 حادثت طيب البروجيه في 14 جنفي 2017 في النقابة الصحفيين جاء سيد رئيس الحكومة في الشهر في 2017 وتعادي بعد شهر يعمل وكايل شهر عمومي وفي صندوق صندوق الانتقال الرقمي وقعاً شهر 2017 ما صارحة شيء بلاي نحب نقول حاجة أخرى بالحق نحب نقدم نداء معناتها بسود بسود أهل المهنة اللي هما اليوم أهل الضعب سمحني يقر أولاً وكالة الإشهار العمومي وبعد صندوق لأنه لا يمكن أن الصحفيين بآخر الشهر ما يلقوش بإمكانية يتقاضوا أجر وقعاً ثم مواقف كأنك مكش موافق عليها زيادة موافق وكأنه نستجدوا في المستشارين لا مهمة لا لازمنا نفهمه حاجة تنظيم الإشهار على حقه يشهر ويحبه ولو أنه أتنظر بروش برشة ملوموا على الإشهار الخاص لأنه في أوم من ما برشة جروبات كبار فتونة استقتصادية ساهمت في تمويل مؤسسات صحافة صفرة وطورتوا في دفع الرداء في المجتمع صحافة التشهير وصحافة الابتزاز برشة دي جورون جروب نقو اللي سيقلوا للوقوع وتصورهم غاديكا في الصحاف وصحوف هذا أنا يهمني أكثر القطاع العام اليوم الدولة زادة ما باش نحكيه على قانون الإشهار العمومي عنده من 2015 ورجل غنوشي وكتلة حركة النهضة كانت مساهمة فعالة وهي وكتلة تداء تونس في تعطيل هذا المشروع يعني خلنو نحو سياسي على شير خلنو نحكيه التقني لعن نجم ستة سوايا نحكي لك عليهم لأنه في البرلمين نحكينا معهم ومقتنعين وكل شيء وبعد للفعل يجيبوا ربي ما ثماش الناس ما يهماش بالأساس حاجة الإعلام المصادر شوف ممكن عبدالجليل أومار تحسوه أحنا في الإعلام المصادر لحظة ربي بعد ذلك الإعلام المصادر شخص أفهم يبتزقون باش يخلصوهم مشاريهم احنا في دار الصباح يوصلوا حد لبتزاز باش يتحلو مشاريهم ومارضخناش 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 وحاجة أخرى باش نقولها في حاجة أخرى لشارة العموم مش باش يحل المشكلة توسيط طيب لأنه تعرف فما راو يلدمون يلوجستيك رايه بالعام بالعام احنا حشتنا بحوضو العاجل سيدريس الحكومة لحظة يعني هو أسلوب لقطوع الأعلام بلغة قطاعية لا لا باش نحكي بمنطق موضوعي باش نحكي بمنطق موضوعي اليوم الدولة صرفت تقريبا اللوندات مواتولية تعرفوه التوانسة لازم يسمعه أقل هو 3.5 مليار دينار هذو ما عند الواتلاجي ما نحكيوش على الكنيك بريفي ما نحكيوش على البنوك ما نحكيوش على برشة هذو وهذو ما الدولة رأسمالة البنوك العمومية تارف قداش تكلفتنا حسن 800 واش والمواطن التونسي ساهم فيه اليوم هل أنه الدولة عاجزة سلياس الفخفاخ وقت رئيس الحكومة وقت اللي يقول إليها دي ساكتور سينيستغي رأوا قطاع الصحافة لما وجورتي في دي بي امي رأوا مؤسسات مؤسسات صغرى ومتوسطة وصغيرة في الحج ثم حتى دي معاتها كل الميكرونترو بخيز معناتها ثم دي وابسايت ستويب يخدموا فيهم ثمانية بركة يخدموا الحل شو دعم أما دعم مباشر لا الغاية من البلاتو هدية حلول على الأقل في الفترة خليتني بشي جيب لك الحلول تبقى يعطيني الحلول الحلول دعم المباشر إن شاء الله منوصلولوش لأنه أحنا بالنسبة لنا في ثقافتنا نحبه ما نحبوش زملائنا يبخوا من غير الشهاري لكن زادة ما نحبوش دعم مباشر غير مشروط رأوا لازم المؤسسات اللي بش تاخذ دعم الدولة ونتحترم خلاقيات المال من ناحية نحبو على الاستقلالية من ناحية زياد سمحني زياد من ناحية نحبو على الاستقلالية احترام خلاقيات المال تاخذي تشاريق بل أنا معني شهرية معنات جاوبني من ناحية نحبو على الاستقلالية ومن ناحية نحبو لا 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 زملاء الصغارة أنا نمثلهم بالأساس لأنه زادة ما ننسوش ثم مش وقت تحميل مسؤوليات أما اليوم هاي أقل من دقيقتين مش وقت تحميل مسؤوليات فتعاد اليوم ثم كارثة باش سير في القطاع وثم نوع من الابتزاز من بعض المؤسسات للصحفين ما عنا نشهريكم بروا وعاركم معنا لا المدير ومسؤول المؤسسة واحنا النقابة هذا دورنا زادة ما ندورو نتشاركو نتفقو ما ثماش عبدالجدين وانتم وحنية في المؤسسات ثم نسوش كلهم أبعاد أما زادة ما نحطوش ثم أوضاع مختلفة نعر الحكومة هذه عندها ممكن فرصة تاريخية عندها دوزاتو يعني دوزانسترومون قانونيين يعني ياما تمشي البرلمان ما نحبذش نمشي البرلمان لأنه لحظة البرلمان باش يهكل ماذا بين رئيس الحكومة يهتم معك سيحسن شكرا زياد زياد نقابي عند الحق الحرب بكل موضوعي لأني أنا ممانيش نسحفي دوك بش نقول كلامي مرتاح ونزم نبعد عالكوربوراتيزم زادة وكل شي مهم أنا أول شي ساعة العشرة ملايين دينار صحيح مش برشة أنا حسب رأي وذية لننصحكم إذا نسمح النفسي كونو تكون معاها موازية برنامج بلان بتاع كيفش تعمل الكوفيرتور بتاعكم كيفش تعمل الميزة نيفو بتاعكم التأهيل كيفش علاقتكم مع الفريلانس هذا كله لازم يتحط في وثيقة بتجي مقابل أكل عشرة ملايين دينار دولة متجيب تحت لعشرة ملايين دينار من دون دوكيمان المؤسسات يحسن تمضي على التفاقية طريقة أخر كلمة ثاني كلمة حابتقولها اللي هذية وذية سعى بجليلي عرفها مليح المشكلة أنه ربط الجرائد بشخص هذية معنتها أنك أنت دون أنتي لدو الفيزا عليك أنتي مش الشريكة أو مجمع هذية في تونس لازم نحشوها العقدة هذه شكرا نيك سيحسن سيحسن شكرا نيك سيطايب زهار شكرا زياد دبار شكرا أيضا سيعبد جليل المسعودي إن شاء الله إن شاء الله يتم سريعا نظر في مشروع قانون وكالة الأشهار والاشتراكات شكرا نيكم سيدة المشاهدين كل تابعتنا اليوم تحية إلى لقاء في أمان الله شكرا شكرا